وللبنزيت يلتحكوا بنا من إسطنبول المحلل السياسي ياسر النجار سيد ياسر في البداية أهلا وسهلا بك أسألك كيف ترى بشكل عام أو تصف العمليات العسكرية للنظام ضد داعش في مخيم اليارموك جنوبا دمشق حياكم الله حقيقة ما يحدث الآن في مناطق اليارموك مخيم اليارموك على وجه التحديد يعني مجازل بكل معنى الكلمة بتصوري أن روسيا وجدت أن سياسة الأرض المحروقة في مناطق تواجد داعش كأنها سنتها الولايات المتحدة الأمريكية نعلم أن السيناريو الرقة كان هو سيناريو أيضا أرض محروقة وبالتالي ما نلاحظه أن المدنيين الموجودين الآن في هذه المناطق هم من يتحملون هذه الأزمة حقيقة وبتصور على مرأة ومسمع من العالم نحن نتكلم عن عدة آلاف من السوريين والفلسطينيين المدنيين الذين شاءت الظروف والأقدار أن يكونوا تحت سيطات قوات وفصائل غير مرضى عنها جزء منها إرهابي وبالتالي ليس الحل يكون بعملية إبادة هؤلاء المجتمع المدني بتصوري سياسة الأرض المحروقة صرح عنها وزير الدفاع شويغو الروسي قال بأن المناطق يجب أن تستتب على محيط مدينة دمشي بشكل كامل تحت سيطرة النظام السوري وبالتالي هم لا ينتظرون أي ردود أفعال أو أي حراك على المستوى الإنساني وبالتالي أنا بتصوري نحن قادمون على عملية إبادة وتطهير في هذه المنطقة نعم بستاذ ياسر أيضا ماذا عن دعوة واشنطن لموسكو إلى تعاون لإنهاء استراع في سوريا وسط يعني تهديد بالعقوبات في حالة الراف يعني بتصوري بوتين استطاع أن يصل إلى إقناع المجتمع الدولي أن سياسة الحرب الباردة قد عادت من جديد بوتين استطاع أن يرفع من سوية روسيا لتحل مكان الاتحاد السوفيتي السابقا وبالتالي حقق بوتين ما يريد أن يصبوا إليه هذا من جانب من جانب آخر بتصوري الولايات المتحدة الأمريكية والمعسكر الغربي إجمالا يسعى الآن إلى حالة حصار السياسة الروسية واللجوء يعني بإحاء رسائل واضحة بأن مجلس الأمن معطل بسبب الغطرس الروسية واستخدامها لعملية الفيتو نحن نتكلم عن سبع سنوات لم يستطع مجلس الأمن عبر القرارات وعبر المؤشرات أن يكون له فاعلية على المستوى السوري سبع سنوات على المستوى الإنساني والمستوى السياسي والعسكري لم يكن هناك فاعلية مجلس الأمن بتصوري الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا أعزرت روسيا في اجتماعات التي حصلت في السويد وستنتقل الآن إلى فكرة الجمعية العمومية للأمم المتحدة وسياسة مزيد من الحصار لروسيا سياسيا نعم الأمين العام للأمم المتحدة يؤكد على أن الحل السياسي في سوريا يعني يتطلب نجاح محادثة جنيف من وجهة نظرك اليوم هل الحل العسكري اليوم أصبح مستبعت؟ يعني بتصوري سياسة الحل العسكري اعتمدته إيران نحن نتكلم عن محيط مدينة دمشق وبناء مشروع ضاحية جديد على محيط مدينة دمشق بتصوري روسيا ترعى سياسة إيران من هذا الجانب ولكن يعني الإرادة الدولية إذا كانت في إنجاز حل سياسي فسيجب أن يكون هناك ثمن مقبول لروسيا من أجل أن تدفع بعملية السلام أنا أتكلم عن مسار سياسي معطل في جنيف بسبب غطرسة وهيمنة روسية وإزعان النظام للأوامر الإيرانية بعدم تفعيل دور الحل السياسي عبر مسارات جنيف نعم إذا من إسطنبول أشكر المحلل السياسي سراء النجار شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر